بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أساتذة الكرام تلميذي الأعزاء أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة رقم 6 من سلسلة الحصص القصيرة في هذه الحصة سوف نتطرق لسجل شامل أو ما يسمى بسجل عام وذلك باستخدام الدارة مندمجة 74198 جمعزينا هذه الحصة خاصة بتختم بها الملخص انتعك بعدما تكمل الحصة ننصحكم انكم تشاهدوا هذه الحصة الحصة رقم 30 اللي فيها درس حول سجل شامل وحصة 31 فيها تمارين حول سجل شامل جزء الأول وحصة 32 تمارين الجزء الثاني جمعزينا في سجل عام باستخدام دارة مندمجة 74198 راح ندرسه نوعين النوع الأول سيكون شحن تسلسلي والنوع الثاني سيكون شحن تفرع إذن نكتب هنا النوع الأول هو شحن تسلسلي والنوع الثاني هو شحن تفرعي يعني اش معنتها من هذا المخطط تكتبوا الملخصة بتاعكم في الشحن التسلسلي جمعا كين نمطين كين نمط الأول وكين نمط الثاني في النمط الأول نحن ندرسه شحن تسلسلي إزاحة يمين دورانية وهذا هو المخطط الوظيفي من طرفه الصانع يكون بهذا الشكل أما النمط الثاني هو إزاحة يسعة دورانية بالطبع الشحن التسلسلي وهذا هو المخطط الوظيفي هذا جمعا ندرسه في الحصات آليم أما شحن تفرعي كذلك يوجد نمطين بهذا الشكل النمط الأول وهو شحن تفرعي إزاحة يسعة دورانية وهذا هو المخطط الوظيفي المقرب له ما نمط الثاني وهو شحن تفارعي إزاحة يمين دورانية وهذا هو المخططة الوظيفة وشحن ديره جماعة اليوم الشحن التسلسلي راح نديرهم في حصة عقم ستة اللي حن ندرسوها اليوم أما شحن تفارعي راح نكون في الحصة عقم سبعة فاصل ثم نواصل جماعة زينا لازم أول حاجة نسأل روحي سؤال لماذا هذه الدارة مندمجة سميت بسجل شام الإجابة بسيطة جدا انطلاقا من اس صفر والمدخل اس واحد تستطيع أن تجسد أي نمط التشغيل كما شفنا في الحصة الماضية كان نمط تشغيل تسلسلي وكان نمط تشغيل تفارعي وفي التسلسلي كان شحن تسلسل إزاحة يمين دورانية وشحن تسلسلي إزاحة يصار دورانية هذا كامل تقدر تجسدهم عن طريق اس صفر واس واحد كتمت زيرو زيرو حيكون نمط كتمت صفر واحدة حيكون نمط آخر كتمت واحد زيرو حيكون نمط ثالث وكتمت لهم واحد واحد حيكون نمطة أربع جماعة زينا با هنزيدوا لنفهم هذه الدارة مندمجة لك نعطيها لكم بذا الشكل يصعب لكم بها تفهمها له هذي وش هنعطيكم؟ نعطيكم المخطط الوظيفي تاحها ونبدأ بخطوة بخطوة حتى نفهمه كل صغيرة وكل كبيرة في هذا السجل إذا وش نديره في هذه الحالة نعصمه مستطيل هذا المستطيل يش نكتب فيها 74 ألاس مية وثمينة وتسعين إذا سجل شامل ينتمي إلى عائلة تتية اللي حتى درسه في سنة ثالثة من بعد إجمعوا وش داروا هذي الدارة مندمجة هذي الدارة مندمجة جابوا لها ثم قلبات من قلب الأ حتى نقلب أعش مع أنتها كده كي فيها قلب فيها ثم قلبات كده سيعتها واحد أكتي لأنه كل واحد أكتي في ثم أبيت هذو ثم قلبات في الحقيقة جمع موش قلبات دي في الحقيقة قلب أهلس مي أنا أعطي لكم قلبات دي بيه يسهلكم الدرس إذا هذو ثم قلبات دي جمعوا وش داروا لهم قزموهم بهذا الشكل وصغروهم وحقنوهم في الدارة مندمجة 74 ألاس مية وثمينة وتسعين نسأروحي السؤال بما أن الدارة مندمجة فيها ثم قلبات كده سيكون فيها مخرج بالطبع سيكونوا فيها ثم مخرج إذا نرسموهم بهذا الشكل إذا المخرج الأول سميك أكي بي كي سي كي دي كي او كي اف كي جي كي اش هكذا جمع إذا هذو كامل وش يسميهم سميهم المخاش بعدها جمع زيد نسأروحي السؤال بما أن الدارة مندمجة فيها قلبات دي كل قلب دي فيه إشارة تسعة وبين نخدم سجيل لازم مداخل إشارة تسعة وكامل نقلبهم نقطة مشتركة إذا مداخل إشارة تسعة تقلبت في الثمانية ربطه مع بعض وهذا القطب السماوه سماوه كلوك هو المدخل إشارة تسعة المشترك لثمانية تقلبات موجودة داخل هذه الدارة إذا هذا المدخل يسمى بإشارة تسعة من بعضين نسأروحي السؤال هذو القلبة الثمانية كامل فيه مدخل كلير تاعمس إذا المداخل كلير لكل قلبة جمعوهم مع بعض وقلبهم فيه مدخل واحد وهذا المدخل سماوه سماوه الأير وهذا المدخل مسح الجماعي للقلبات الداخلية يمشي بالصفر المنطقة تمدله صفر ينشط وتمسحه المخارج القلبات تمدله واحد يكون خامل إذا ماذا يسمى هذا المدخل يسمى مدخل مسح وينشط بالمستوى الأدنى من بعد أجمعه بما أنه عندي ثم قلبات وهذا سيجي سمينا شامل معانتها لازم نديره شاحن تساسوي إزاحة يمين ولازم كذلك نديره شاحن تساسوي إلى ياسع إذا في هذه الحالة زادوا مدخل إضافي هذا المدخل الإضافي يسمى شفت رايت في الحقيقة هو دي اه هو مدخل دي اه على هذا المدخل شفت رايت إذا حبيت دير نمط شاحن تساسوي إزاحة يمين في هذه الحالة المعلومة لك حبتها لازم تربطها بشفت رايت في هذا المدخل اس اه إذا ماذا نسمي هذا المدخل نسمي مدخل شاحن تساسوي إزاحة يمين وبما أنه قادر حب ديره شاحن تساسوي إزاحة يسع لازم تشحن القلة و وتشحن دي اذن زاد ومدخل اضافي اخر سموه شفت لليف وتع households اذا شفت لليف وتحب شاحني الازاحة ياسع المعلومة لازم دخلها على طريق شفت ليف ان هذا المدخل ماذا يسمى وسمى بدخل شحن تسالسيري ازاحة ياسع. اذا نحتاج اذا حبيد شحن تسالسوري مي ازاحة نحو اليمين واذا تحب اهم شحن تساسي الازاحة يه ما اضها شفت. نزيدOT اروح السؤال بما اني كان شحن تفرعي وعندي ثم قلابات لازم نشحن ثم قلابات دفعة واحدة إذا كين ثم مداخل إضافية تستعمل للشحن التفارعي ناصمه ثم مداخل بهذا الشكل وهذا المداخل يسمى هم A B C D U F G H إذا هذه ماذا تسمى تسمى مداخل شحن تفارعي من بعدها جمعك نسأل رحي السؤال كيف ندير شحن تسلسل إزاح يمين كيف ندير شحن تسلسل إزاح يصار كيف ندير شحن تفارع كيف نمشي هذو المداخل واحدهم والله من ماشي المدخل Shift Set ومن ماشي المداخل Shift Left طريقة بسيطة جدا زادوا مدخلين إضافيين هما أهم متخلين المدخل الاول سماه لي S1 والمدخل S0 وهذو المدخل عشن سميه هم سميه أنماط التشغيل وبما أنه عندي مداخل S0 و S1 ما عندهاجها كين احتمال كينة توفيقة كينة 4 توفقة نمدهم 00 وشى حيسرا نمده 0 و 1 واشى حيسرا نمده 1 و 1 و Austin وanka c1 واشى حيسرا جمع بها نظموا هذه الخدمة ووش أعطيتكم أعطيتكم جدول بسيط إذن في هذا الجدول ما أركز معي مليح؟ هذا الجدول لما S0 مد لها 0 و S1 مد لها 0 في هذه الحالة نقوله دارة مندمجة تعمل عمل ذاكرة وماذا معانتها ذاكرة؟ معانتها القيم الجديدة دي ما تحتفظ بالقيم السابقة معانتها كي A يحتفظ بالقيمة السابقة كي A 0 كي B لقيمته الجديدة يحتفظ بالقيمة السابقة وهذه ما تهمنا شنا في الذاكرة إذن وشي همنا يهمنا نمط ثاني والثالث وربع روحوا النمط الثاني لو كان مده S1 0 و S0 معانتها شحنة مدخل واحد وكي نقول لنا شحن مدخل واحد معانته شحن تسلسلي إذن كنتمد S0 و S1 مد لها 0 إذن وشي هو النمط في هذه الحالة هو نمط شحن تسلسلي إزاحة يمين إذن جماعة إذا حاب دير شحن تسلسلي إزاحة يمين بس طريقة بسيطة جدا S0 مد لها واحد منطق ولا مد لها VCC والS1 مد لها صفر منطق ولا أربطها بالجهنة هذا النمط الثاني كي النمط الثالث وشي هو هو شحن تسلسلي إزاحة يصلى وشي لازم ندير في هذه الحالة لازم لي S0 مد لها صفر منطقي والS مد لها واحد منطقي كنتم نوفره هذه القيمتين إذن في هذه الحالة وشي هو النمط التشغيل لهذا سجل عام هو شحن تسلسلي إزاحة يسار إذن إذا حاب دير شحن تسلسلي وحاب زيح معلومة إلى اليسار طريقة بسيطة جدا S0 مد لها 0 فولت ولا مد لها صفر منطقي والS1 مد لها واحد منطقي ولا مد لها 5 فولت وآخر حاجة يا جماعة وش هي آخر توفيقة لو كان S0 مد لها صفر والS1 مد لها واحد إذن هنا وشي هو نمط تشغيل وهو نمط تشغيل تفرع وش معنطها معلومة تشحنها دفعة واحد هاي نعود يا جماعة كنتمد 00 وش معنطها ذاكرة ماش حرك زولي ها نهالي تمد S1 و S1 زيرو هنا وش هتحقق شحن تسلسلي إزاحة يمين إذن وش يطلب منك سجل شامل يقول لك وش هي المعلومة حاب زيحة إذن معلومة لك حاب زيحة لازم تربطها بشفتها أرايت معنطها هنا شفت ليفت يكون ديزاك تيفي مداخل مداخل التفرع يكون ديزاك تيفين من شفتها راح تراح يكون ناشط يقول لك أعطي لي المعلومة لك حاب زيحة نحو اليمين لو كان مثلا تحب دير شحن تسلسلي إزاحة يسار وش لازم دير شفت S0 لازم تمد لها زيرو والS1 تمد لها واحد ومن بعدها سجل هذا وش يطلب منك قولك أعطي لي المعلومة وهذه المعلومة أربطها بشفت ليفت وننزحها ل يسارا ما عندها من شفت ليفت ونزحها كي اش وبعدها حتى توصل الكي اش وآخر حاجة حاب تشحن معلومة دفعة واحدة أولا لازم تبدأ من نمط تشغيل لازم تقلبو نمط تفرعي كيفية نقلبو نمط تفرعي S0 مد لها واحد منطقي وأس واحد مد لها واحد منطقي وبعدها وش تولي هذه المداخل تكون فعالة وبعدها وش دير جيب القيمة اللي رك حاب تشحنها تفرعين قاد تجيب فيها ربع أرقام قادة ثم أرقام كما تحب أنت إذا هذو اللي ثم أرقام ك كي تمدهم مجرد تمد S1 و S011 منطقي هذو القيم A B C D حتى الاش يخرجوا مباشرة في الكي احتين الكي اش وهنا يا جماعة كمنا الجدول تع نمط تشغيل ما عندها في هذا الجدول كينا ربع توفيقات ربع احتمال هذو لازم تكون حافظهم جماعة زينا بها نفهمهم ليه لازم نعطيكم مثال ونحلوا هذا المثال ونعطيكم استراتيجية وبإذن الله سجل شامل وش راح يولي راح يولي بس بوسا هيا جماعة زينا عطيتكم هذا التمرين وعطاكم المخصص المخطط الوظيفية من طرف الصانع واش طلب منكم هنا يا قال لك اكمل تصميم لهذا التركيب ما اعطى لك حتى حاج ما قال لك لا شاحن تسلسلي لا تفرعي حاب لهذا الاستاذ حاب يخليك انت تدرس المخطط الوظيفي ولا تدرس وثيقة صانع وتعرف النوع السجل هل هو شاحن تسلسلي هل هو شاحن تفرعي الى اخره اذا جماعة وفي هذا الحل اعطينا دارة مندمجة دارة مندمجة وش فيها فيها قطبين الثناش وربعة اوشين هو من قطبين تغذية سهلة عندي قطب طلوتاش كلير هو قط قطب المسح الجماعي عندي قطب حداش اللي هو قطب اشارة ساعة وعندي اس صفر واحد هذو موانتع نمط تشغيل وعندي شفت راية نحتاجه اذا كان شاحن تسلسل الازاح اليوم يدخلوا المعلومة منه اذا كان نامط لي عندي شاحن تسلسل الازاح يصال ندخلوا المعلومة في اه في شفت اللي هو قطب اثنين وعشرين وعندي المداخل التفرعية اللي هي ثلاثة او بي سي دي او اف جي اش هذو هما مداخل شحن تفرع والمخارج باينج معاها اللي هو قطب 4 كي ا قطب 6 ليو كي بي قطب 8 ليو كي سي الى غاية اخر قطب اللي هو كي اش قطب عشرين جماعة واش طلب منك طالك هذا التركيب وقالك اكمل تصميم لهذا التركيب انطلاقا من وثائق الصانع قبل ما نرسمو ونكملو هذا التركيب جماعة عندي استراتيجية لازم نديروها ونمشيو عليها ما نغلطوه حتى حاجة الاستراتيجية واش هي جماعة اولا واش لازم لك لازم لك تغذي الدارة ومندمجة كيمد لك 74 الاس مئة وثمانية وتسعين اول حاجة خمم فيها اغذيها عن طريق قطب اربعة وشي طرب طوب بالفي سي سي وقطب اثناش طرب طوب بالجيندي هذه واحدة ثاني حاجة في الاستراتيجية لازم تشوف شكوني يمسح هذا هذه الدارة ومندمجة بتعرف شكوني يمسحها روح تشوف المخطط الوظيف كما هنا الار هي المسح شكوني يقوم معاملية المسح الانيت والايكس ثلاثين اه ثالثة ثالث الشي واشي هو لازم نشوف شكوني يمد اشارة ساعة لسجل الشامل كما كنتلاحظنا نروح نشوفه سي كاش كوني يمد اشارة ساعة الاخاريجية اش مع الاذن اللي هو اكس واحدة وثلاثين رابع حاجة نشوفه النمط التشغيل بنعرف النمط التشغيل نروح نشوفه هذا الزاعة واس واحد واحد اذا انا كنت ام زير زرو عش معانتها ذاكرة اذا امه اس واحد واحد واس واحد زير معانتها شحنت سنسلسل الازاحة يمينة اذا انا tongues واحد 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 واس سيفر lien معانتها شحنت سلسل الازاحة يسار وشه نفThere we still look at that and if there are اخر حاجة وش نشوفه نوع الازاحة هل هي ازاحة يمين دورانية او يسارة دورانية عجمرها يجمع زنان طبقه هذي لاستراتيجي ها اينا اول حاجة وش قلنا التغذية اذا قطب 24 مكتب عليه في سي سي معنا نربطه بالمصدر الجهد والجيان دي هو قطب 12 نربطه بالجراوند نربطه بالمأخذ الارضي اذا هنا وش نقوله كمنا الاستراتيجية الاولى الثنين وش يقولك في الاستراتيجية شوف كوني يمسح السجل بروح نشوف كوني يمسح السجل السجل الجماعة روح القطب 13 ومن ديرهاش من عندي لازم نقرأ وثيقة تصانع اذا في وثيقة تصانع هذه رسات الار ش كوني يمسحها يمسحها اينيت و اكس 30 اذا اينيت وش نسميه مسح يدوي يدخل لازم حتى يدخل الانسان و اكس 30 هي مرحلة صيفر من اشغولة ثلاثة ووظيفتها مسح سجل طريقة خارجية االية الجماعة اللي هزادوا هنا بوابة اور بسكوا عندي اكثر من طريقة المسح وعندي مدخل واحد وعلى هذه البوابة نتفاعها لانه مدخل مسح الجماعي يمشي بالصيفر منطقي لازم هنا اينيت و اكس 30 يمشي بالمستوى الادنى اذا مش روح نديره في هذه الحالة نحوسه على اير الار اللي هي كلير كلير رقم قطبة رقم 13 اذا هنا نرسمه نكتب اينيت و اكس 30 ونديره بوابة نور ونمخرج البوابة نعبطه بر القطبة 13 اللي يوم مسح الجماعي وهنا يكملنا رقم 2 في الاستراتيجية تلاحه نشوفه اشارة السعة شكون يمد اشارة سعة لسجل شيم كمان كمتلاحظوا ما خلال اشارة سعة باش مربوط 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 اللي جاي من ان او 555 و لا من البوابة تنفسي اموس على حساب ومش يمدلك المخاطط نحن نعنى مدين جزء من مخطط الوظيفة إذا وش نديره في هذه الحالة نرسمه بوبا هذي انت مدخل اول بوبا نكتبه اش مدخل ثاني سموها اكس واحد وثلاثين والمخرج البوبا نربطه بمدخل إشارة ساعة اللي هو قطبة حدياش كيجيك سؤال موظيفة اكس واحد وثلاثين واش قلنا كي تلقوا هذه المرحلة مربوطة بإشارة الساعة دي ما وش وظيفتها الاذن وبما اكس واحد وثلاثين مربوطة بسجيل معانة هو اذن بشحن والله اذن بالازحة من افضل تقول اذن بالازحة وبما انه السجل الشامل هذا المخرج كي او كي بي وكي سي وكي دي مربوطة في وشاء محرك بخطوة اذا اكس واحد وثلاثين وش وظيفتها اذن بتدوير محرك خطوة بخطوة هذه هي استراتيجية رقمه ثلاث وارحو استراتيجية رقمه ربعة هي المهمة بزيء لازم لي نعرف نمط التشغيل قادة يعطيك هذا السؤال كله يقول لك ما هو النمط وتشغيل لسجل العام تعرف نمط تشغيل ويش لازم تشغيل جماعة كما كم تلاحظو الصفرía بشر بطها بالشكل ما عندها اعطالها واحد منطقي والاس واحد بشر بطها عربطها بالجندي ماitic لعندها اعطالها منطقي بقتكون مركز لازم تجيب الجدوة لها is is S posters عطه لها واحد منطقي بالإن待ってت منحق هذه القيمتين اذا هناió السجل شامل وش يدير يشحن للمعلومة تسلسليا ويزيحها الى اليمين. اذا نجيب قلم ونكتب هنا يا اوش وظيف السجل العام هنا. هو عبارة عن شحن تسلسلي ازحة يمين. اسكوا دوراني ولا غير دوراني. اذا نشوفها اجمع. اذا نروح نكمله. اذا اس سيفر باش مربوط نازم نربطه بالفي سي سي. والاس واحد نربطه بالجي ان دي. روح الدارة من دي. نبدأ ونربطه. اذا من الفي سي سي وين نروح اجمعها. روح الاس زيرو. وفق المخطط الوظيفة. والاس واحدة اجمعها نربطها بالجي ان دي بهذا الشكل. اذا هنا اوش كملت? كملت النمطة التشغيل. اوش عرفنا باللي شحن تسلسلي ازاحة يمين. ذلك روح نشوف ان هو الازاحة. هل هي ازاحة يمين فقط? ولا ازاحة دورانية? اذا روح نبدأ ونبدأ ومن معلومة. المعلمة بما انه قلنا شحن تسلسلي ازاحة يمين. مع انتها المعلمة تعطى لشيف ترايت. هذه هي القيمة لاني حاب نزها. username is 000. هذه المعلمة واجمعته ليست شغل ربع رقمegen. CO4. 10 م مما تدخل شرفة واحدة. كل ماalities اجبها ساعدة يدخل رуюة. مثلا يدخل صيفة جي اجي جبها سعدة يدخل صيفة الثانية يدخل صيفة ثانية جي جبها سعدة يدخل رقم واحد وتيمشي بهذا الشكل. اذا هي صيف وهي انشوف have it? أم ليست دورانية. اذا ركزوا على هذي. اذا معلومة Gonnaفت رايت من بعدها من كيسي طرح كيدي يمينا من بعدها وش راكم تلاحظوا جماعة من كيدي من عودة رجعت رجعت شفت رايت. اذا هنا وش هي هو النوع الشحن اذا شحن يمين اذا 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 وش هو النوع الشحن هنا يا شحن تسلسلي ازاحة يمين وش هي دوارانية اذا نكتب هنا حلقي دواران. وكما كنت تلاحظوا هنا يا جماعة في الوثائق صانع أعطي لكم ربع مخارج ليمشيوا فقط كان قضا يعطيكم ثم مخارج. على هاته كما ربع مخارج هنا يا بس كو احنا اغلب محركات خطوة بخطوة اللي ندرسون في سنة الثلاثة فيهم اربع وشائع اذا هاش نستخدمه يكفينا نستخدم كي او كي بي وكي سي او كيدي اذا هنا جماعة رحوا نكملوا نوع الازاحة هاي جماعة ركزوا معي مني اذا انشاء نلاحظوا المعلومات تمشي من الكي او بعد كي بي و بعد كي سي بعد كي دي كي تلصى كي دي وانت عود ترجع ترجع شفت رايت اذا من كي دي نرجع هنا يا وش لازم لي نرسم لازم لي نر نرابطه بمسلسomie ومدخل 2 نرابطه فالمみاتة والمخراج ترجع ببقوا بقوا باور نرابطها بشفت رايتير معها من معلومات socks ترجع شفت رايته اكثر من معلومات المعلومات المرات الشحن هذه المفترض inscription 10000 والمعلمات اللي يأتيها بين مخلاج كي دي قندها كان معلمات وهちょ ups مع المعلومات وانا عندي متخل واحد معك كم يزيد المشكل اللي هي بقوا بداور وهنا وش نقولكل كم ببقوا باور الهو تلعب دورة switch travelling إذا كملت تراكت تجمعها وماذا تقول؟ تقول لي أن ترى 3.8 احتياجها لكي نربطها بجيند تستطيع تجعلها فارغة ولا تحب تربطها بجيند كيف كيف؟ كمال مدافع الـ A والـ B والـ C والـ D والـ O والـ F والـ G والـ H كذلك كخاملين لكن هناك نمط شحن تسل تقدر تربطها بجيند كامل ولا تستطيع تجعلهم فارغين لكن هذه التكنولوجيا التكتية لا تتأثر بشحنة كهروستاتيكية إذا كمالنا نكمل آخر شيء وهو نوع الإزاحة وهنا مبروك عليك ركحليت سؤال تعسيجي الشامل منها من المخطط الوظيفة عرفت تدرسه منها خرجت نوع نمط عرفنا إلي وشي حنت تسلسل إزاحة يمين حلقي ومنها عرفت كل شيء وعرفت الأقطاب والمخارج عرفت S0 و S1 وشو وظيفتهم عرفت شيف ترايت إلي وما دخلت تسلسل إزاحة يمين وكتنحتاجه إذا حبيت دير شح تسلسل إزاحة يمين وعرفت شيف ثلاثة وعرفت كل شيء آخر حاجة بقعت نجمع وشي هي المخارج إذا كي آه كي بي كي سي كي دي فاش تحكم تحكموا في الوشي حتى محرك خطوة خطوة L1 L2 L3 L4 تقضي 16 مهم إذا نروحوا كي آه وشي هو قطبة رقم 4 باش نربطه نربطه بالوشي حتى L1 تقضي حتى محرك خطوة خطوة كي بي نربطها بL2 وكي سي بL3 والكي دي نربطها بL4 وهنا كمنا المخطط المنطقي لسجل شامل نمطه شحن تسلسل إزاحة يمين دوارانية وشو وظيفت هذا السجل الشامل وظيفة التحكم في تقضية وشاء محرك خطوة بخطوة بتتابع إذا هنا يا جماعة وش رح نديرو رح نديرو رمز أوكي على سجل الشامل نمط شحن تسلسل إزاحة يمين دوارانية وش رح ندرسو ندرسو شحن تسلسل إزاحة يسار دوارانية بنفس الطريقة بها نفهموه وش لا نعطيكم نعطيكم مثال بسيط ونجاوبه على المثال بإذن الله رح تولي بس بوسع هيا يا جماعة إذا هنا أعطيك هذا التركيب وهذا طلب منك إكمال تصميم لهذا التركيب لما قال لك وش هو النوع النمط إذا أعطيك دارة مندمجة هذه اللي فيها ربعة وش نقطب ما تسرع مواله أول حاجة لازم تكتب الاستراتيجية وش هي استراتيجية لازم نعرف كون يغضي دارة مندمجة ثانين لازم نعرف كون يمسح دارة مندمجة ثلاثة نعرف كون يمد إشارة الساعة لدارة مندمجة ربعة لازم نعرف نمط تشغيل وآخر حاجة وش هي نعرف نوع الإزاحة هل هي إزاحة يمين أو يمين دوارانية أو يسار أو يسار دواراني هيا جمعنا نبدأ أول حاجة التغذية إذن تغذية VCC اللي هو قطبة ربعة وش نربطه بالمصدر الخارجي VCC والقطبة الثناش جيين دي نربطه بالماء خذ الأرض إذن هذي وش هي التغذية ثاني حاجة نشوفو شكون لي يمسح شكون لي يمسح رحو نشوفو الـ Air ولا كلير هنا سمها لي Air وش رجعكم تلاحظوا الـ Air شكون يتحكم فيها تحكم فيها X10 بما أنه X10 مربطة بال Air وش نقوله وش وظيفتها وظيفتهم مسح السجل الصفر هي مرحلة ابتدائية واحدة رقم الأشغل X10 وش وظيفتها مسح سجل الشام إذن عليها زدنا لها بوابة نوت لأنه X10 يتنشط مدد الواحد وأنا عندي المدخل الإرغام يمسح بالصفر ينشط بالصفر لازم ندير بوابة نوت بها تولي X10 بار إذن في هذه الحالة روحو نحوسوه على كلير كلير قطب رقم 13 إذن وش نكتب هنا X10 ونزيد لها بوابة نوت وما خرج بوابة نوت نربطه بالكلير وهنا ركملت المسح المسح من بعدها في الاستراتيجية وش كينا نقطة رقم ثلاثة لها إشارة الساعة نشوف وش كون يمد إشارة الساعة ليخلي سجل يمشي إذن في إشارة الساعة وش هو كينا بوابة أنت فيها مدخل إشارة الساعة خارجية وكينا X11 X11 هجمعوا وش وظيفتها بما أنه مربطة في إشارة الساعة وظيفتها إذن معنتها وش وظيفتها إذن بالإزاحة وبما أنه سجلها يتحكم في موتوبا أبا X11 هو وظيفتها إذن بتدوير محارك خطوة بخطوة إذن كلاوك وش هو القطب بتاع رقم 11 إذن نرسل بوابة أنت نكتب هنا الآش وهنا نكتب واحد وشرين والمخرج بوابة نرطها بالكلاوك إجمع جمع لها نزيد بوابة أنت بها تفهمه مليح لو كان X11 مدولها زيرو زيرو في إشارة الساعة وش يسوي السفر هنا ما توصل إشارة الساعة الموتوبا أبا يكون متوقف والإزاحة مكيش نهار اللي تتولي X11 تسوي واحد واحد في إشارة الساعة يسوي إشارة الساعة تولي توصل جبهة ساعدة كل ما توصل جبهة ساعدة الموتوبا أبا يدور بخطوة كما نقشات ساعة أروحوا نمط التشغيل كما كم تلاحظوا نمط التشغيل وش مدلها مدلها زيرو فوت معنا صفر منطقي واس واحد ربطها بالفي سي سي معناتها واحد منطقي بنا عرف نمط التشغيل أجمع في الحصص التفصيلي أعطيتكم الطريقة هاي لأجمع حاولوا تفرجوا الحصص التفصيلية ملي تتلفل ويش يخرج يخرج الجدول المساعد إذا ما نقوله السفر مدلت لها السفر والاس واحد مدلت لها واحد إذن وش هو النمط التشغيل هنا هو نمط شحن شحن تسلسلي وش يونه الإزاحة إزاحة ياسر إذا ما نكتب هنا شاخن تسلسلي إزاحة ياسر إذا طبيق التصميم هذا يكافئ شحن تسلسلي إزاحة ياسر هاي نربطه مجمعه إذا ما نربطهه بالفي سي سي هي لي اس واحد الاس واحد هي قطبة رقم ثلاثة وعشرين والاس سفر اللي نربطهه بجياندي السفر هي قطبة رقم واحد نربطوها بالمأخذ الأرض هنا وش تدير نجمعه كمنا نمط التشغيل أبقى نااخر حاجة وش هي نوع الإزاحة سهلا رحوا نشوفوا بما أنه شحن تسلسل لإزاحة يسار لازم لي المعلومة نمدها shift left مع أنت هذه المعلومة صفة صفة واحد واحد تروح shift left من shift left تروح الkey h من key h تروح يسارا كي g من key g تروح key f يسارا من key f تروح key u يسارا واشتنا تلاحظوا هنا كان نقطة الرجوع مع أنت من key u نعود ونرجعه نرجع البواب وروحوا shift left إذن وش هي النوع الإزاحة كما كم تلاحظوا عرفناها شحن تسلسل لإزاحة يسار بعدها رجعت المعلومة عود الضارت إذن شحن تسلسل إزاحة يسار حلقية أو دواراني إذن وش نكتب يسار حلقية دواراني إذن هذه رحوا نجسدها في دارة المنتمشة بالبساطة إذن المخرج key u هو الآخر المخرج لي توصل له المعلومة وkey u وش هو رقمتها 14 من 14 وين رحوا أجمعه لازم نروح shift left وش لازمنا هنا نديروا المعلومة ونديروا بوابه or والمخرج تعال بوابه or باش نربطه shift left وش هو قطبة 22 وعشرين على هزدنا بوابه or هذي بس كم عندي أكثر من معلومة حندخلها shift left وshift left ما دخل واحد هنا وش لازم لي بوابه or بتحلي المشكل إذن شكونا سيروح shift left سيجوز وجمع المعلومات يجي من المعلومة الموراد شحنها تسلسل لي لي صفة صفة واحد واحد ولا تجي المعلومات من مخرج key u وهنا يجمعها كملت نوع الإزاحة بقاتلي shift right بما أنه عندي شحن تسلسل إزاحة يسار معنتها shift left سيكون فعل من shift right سيكون ديزاك تيفي هو مداخل شحن تفارعي إذن shift right اللي هو رقم ثنين باش نربطها نربطها بالمأخذ الأرضي وآخر حاجة جمعة اللي هي المخرج كما كنتم تلاحظوا كي او كي اف كي جي كي اش فاش يتحكم في ال واحد الاثنين الثلاثة الربعة نبدأ بالكي اش الكي اش هو قطبة رقم عشرين فاش يتحكم تحكم في الوشعة رقم ربعة تعمل وحرك قطوة خطوة وكي جي هو قطبة رقم ثمنطاش تحكم في الوشعة الثلاثة وكي اف هو قطب بستطاش تحكم في الوشعة الاثنين وآخر حاجة اللي هو قطبة ربعتاش يتحكم في الوشعة الواحد وهنا كملت سجل عام نمطه شحن تسلسل إزاحة يسار حلاقية وديما نقول لكم ركزوا على الحلاقية بس كوليها نقوم بسجلات بنتحكم في محرك خطوة بخطوة وهنا جمع زينا كملنا شحن تسلسل نمط الثاني وهو شحن تسلسل إزاحة يصار دورانية قطنا شحن تفارع إزاحة يمين دورانية وشحن تفارع إزاحة يصار دورانية راح نشوفها في حصة رقم سبعة ان شاء الله وهنا وصلنا إلى نهاية الحصة مبقى علي نقول لكم غير سلام اشتركوا في القناة